اشتركوا في القناة او تجاوز القانون او الاتيان بافعال مجرمة قانونيا ومرفوضة شعبيا جاء ذلك خلال طلاع سموه على تقرير امني بشأن تجاوزات التي حدثت خلال موسم عاشوراء والذي عرضه بامر من سموه معالي وزير الداخلية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد اجتمع بقصر القطيبية صباح اليوم مع الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية والقيادات الامنية بوزارة الداخلية وطلع سموه من خلاله على ايجاز امني بشأن الاجراءات التي تم اتخاذها خلال موسم عاشوراء وقد اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان ما توفر في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة من حرية في ممارسة الشعائر الدينية ودعم لا محدود لها وتسخير الامكانيات لانجاح مناسباتها لا ينكره الا جاحد حاد عن جهة او حادة عن جادة الصواب وان استغلال هذه المناسبات من قبل البعض للاتيان بافعال وممارسات مشينة سيجابه بقوة القانون وفيما اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لما اظهره المواطنون الكرام من مواقف رافضة والسنكار لتلك الممارسات فقد دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى اظهار المواقف المجتمعية الرافضة لهذه الافعال من على كل منبر فلا مجال للصمت والمواربة عند النيل من الوطن او التطاول على القيم الوطنية العليا